السلام عليكم و مرحبا بكم معايا اليوم سوف نفعل جيجات بالبطاطا والشيفلور عندي كمية بطاطا و كمية شيفلور و رأسها صغير و هنا البطاطا عندي مين برطل عندي ربطة مع نسلة و تقطعتها رقيق عندي بصلة طويلة و بصل خضر و مقطع رقيق و كمية لاشا بلوغ و حبا بيت و كمية فرماج و الملح و الفلفل و مباشرة جوزوا في تحضير الوصفة هنا يربطت عالية السخنين و يجب التعبزوا هم سخوين و نحلوهم في الطبسي لذا لم يكن لديكم الوقت فاهم في الكنجيلاتور سيبردون تمتم يارب 15-20 دقيقة بردو يجب ان يبردوا تماما نبدأ و نفعله في المقادر هذا هو السر من أسرار العجيجات لكي يكونون ناجحين يجب أن يكون هذه الفرس برده 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 بزاف إذا كنت تجعلها الصباح إذا كنت تجعلها الصباح و تجعلها حتى الليل من بعد أن تجعلها المقادر الأخرين كما ترى في الفيديو نرى كل شيء واضح قدامكم نضيف كامل المقادر و نضيف الملح و الفلفل و الحبات على البيض و نضيف ملح ملح بيدنا و يجعلنا كما ترى نضيف البيض و نبدأ بالتكون طبيعية كما ترى و نضيف المال نضيف الفيرينا و نضيف الملاح بالزيج الميزينة راح تطيلها من بلد وغيوغ العجيجات ديالنا وما تخليهم شي شربوا بزاف الزيت وعلى نحركوها مليح خلطوها مليح هذيك الفارينة والميزينة وعلى كما كتوفو ودوكا نديرو نبدأ ونديرو العجيجات ديالنا عكدا بهالطريقة نكوروهم في الدينة نديرو لهم هذيك الفارين والميزينة اللي أنا درناهم ونكوروهم هيدا في الدينة ونعبزوهم غير شوية ما خلوهم من لازمش يكونوا رقاق هكدا يكون السمك تاحوم واحد الان دمي سنتيمتر واحد ونص سنتيمتر يكونوا خشان شوية بشيدو شابين في القليان واللي توجدوها اقلوها بسكو يلا خليتوهم في السنوة راح تلقوهم بعد يلسقو لكم من تحتها يطلقو لكم الما شوية صافي تديرو المقلات سخون وبدأوا فاسوني ووراكوا تقلو دوكن جزول المقلات المقلات ديالي رايس خدد ونبدأو نديرو في اللاجيجات نوري لكم واحدة ولازوج بش شوفوهم كيفش جاو هكدا في التقلاب وحوغير بالعقل تعدو تبعجوهم بالالادة اللي رايكوا تتخدمو بيها هاد طريقة سعفوهم في القليان بش يجوكم شابين ونبعد نديروهم في البابي سويتو يتشربو هاداك الزيت الزايد ونحاونا ونبريزنتيهم هكدا نقدموهم هكدا انا يدرتهم وينسو صغوج حاجة خفيفة ووجبت عشاء خفيفة ولا الفطر تحبوو تديروهم مرقع بيضاء بالجاج بلي مخصوطة على الجاج يكون في المطابق الشباب وليتحطي همام للضياف انا هدرتو هنا يخفيف ضريف بتاع حاجة غابيد نتمنى يا عزيزتي يا اختي اللي راكي تشوفي تشتركي في القناة لا ما عاكيش مشتركة ودعموني بجام ولكش ما حاجة ما عجبتكم شقولوها لي في التعليقات والسلام عليكم اشتركوا في القناة